السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا أهلا وسلام بكم رحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم شاء الله خوتي غنهضروا على الأجهزة ديال ايكون ايرون هذه الأجهزة اللي كانت في حتلوقيتها من أحسن الأجهزة وكذلك السيرفور ديال اوركا اللي كانت ينافس سيرفور الفوريفر أو شركة ديال القوسات عامة فالفريق ديال اوركا فهو طلق نسخة جديدة من اوركا جول فالوركا العادي فهو غير توقف على جميع الأجهزة ما يبقى الشغال لهذا في هذا الفيديو ان شاء الله فغنوريكي غدير تنزل اوركا جولد على الأجهزة ديال ايكون ايرون فهذا البلوغين هذا فهو جديد وتم تنزيل ديالو في مكان ديال تطبيقات فغندوزوا حنيكم إلى جهاز ديال ايكون ايرون ونوريكم المكان اللي غتلقى فيه الوركا جولد هذين المتابعينا أرجعني لكم فأول شي فغتمشي تريكم من ديالك وضغط على زياد ميني غدهر معك هذ الواجه هذي من بعد خوتي غنكحزوه هنا في الجن ونقلبوه على أبليكاسيو هيا ونضغطوه على زر اوكي ايضهر معنا هنا فيك نلقى البلوغينة ديالنا فغندغطوه على الزر اللي فيه الأزرق هذا الزر هذا اللي فيه اللون الأزرق ونضغطوه عليه فغيطلع هناك البلوغينات اللي كانت تليشارجيوهم كما كشاهدو معنا فغتلقى أول البلوغين اللي هو اوركا جولد من بعد غتسولي تمشي ونضغطوه على الزر الأحمر غتضغط عليه غيطي تحمل معك البلوغين وغيتنزل معك كما كشاهدو فالحزم رفيها شي مشكل حاليا فأنا راني منزل اوركا جولد فقط غتولي تعاود تنزلها كما كشاهدو فهذا هو اوركا جولد V3.24 من بعد غتضغط هلو الأخضر وغيشتغل معك ونخرجو بحنا على حساب الحقوق أصدقائي فهذه طريقة تنزيل اوركا جولد على جميل أجهزة دي الايكون ايرون فنتمنوا في المتصقبة إن شاء الله تكون إضافة جديدة على هذا البلوغين هدايا أخوتي وصلنا إلى نهاية الفيديو دينا تجدر معكم لايك بارتاج إلا ما تشارك فالشارك فالشارك وفعيل زال جرس باش دي ما توصل بالجديد